تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب من البرامج السعودي لتنمية أعمار اليمن ثلاثة سيارات إسعاف بكامل معداتها وصهريجي ناقل مياه من الحجم الصغير في أطار حزمة المساعدات المقدمة للقطاع الصحيب المحافظة من قبل البرامج التي شملت تجيزة ثلاث غرف عمليات مشددة وجهاز أشعة مقطعية استفادت منها هيئة مستشفى مأرب العام بالمدينة ومستشفى كراء العام بالوادي ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة وخلال عملية التسليم ثمن محافظ مأرب سلطان العرادة ما تقدمه مملكة العربية السعودية من مساندة ودعم سخيل اليمن حكومة وشعبا في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وتدميرها لكل ما كان يمد الإنسان اليمني بالحياة وأشار المحافظة العرادة إلى أن المساعدات الطبية التي تتسلمها سلطة المحلية هي جزء من حزمة مساعدات سلمها جزء منها البرامج سابقا وتجينا للمساعدات قادمة ضمن الدعم الذي يقدمه برامج إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للغاثة للمحافظة من جانبه أكد قائد التحارف العربي بمحافظتي مأرب الجوف اللواء عبد الحميد المزيني تجد قيادة المملكة على تقديم الدعم والمساندة لليمن حكومة وشعبا انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين والمصير المشترك كون أمن اليمن من أمن المملكة مشيرا إلى استمرار الدعم والمساندة في مختلف المجالات ودعم مشاريع التنمية وإعادة الأعمار في المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب ترجمة نانسي قنقر